محكم وسم الحيوانات في الوجه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسمى حيوانا في وجهه سواء كان من الغنم أو كان من البقر أو كان من الإبل والوسم يراد به وضع كية من النار على جزء من أجزاء البدن على صفة معينة ليعرف من هو مالك تلك البهيمة وللقبائل وأفخاذها اختصاصات في نوع الوسم الذي يضعونه على إبلهم وجمالهم فبمجرد أن يرى الإنسان هذا الوسم يعرف أن هذه الناقة وهذا الجمل يتبع القبيلة الفلانية وهذا الوسم قد استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه نهى عن استعماله في الوجه ولذا رأى جماهير وأهل العلم تحريم وضع الوسم في الوجه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر